العقرب خلينا نشوف طاقتك طاقتك هاي الشهر اكتر اشي تفكيرك او مشاعرك لوين رايحة او عشو رح تركز رح يكون في عندك يعني رح يكون في عندك شوي خيبة شوي تفكير بالماضي في حدا مخيب لك املك او رح يخيب لك املك في هاي الفترة او ما رح يكون قد التوقعات اللي انت حاطتها عليه اه ممكن يكون على اي صعيد لكن انا برجح على العاطفي اه فرح يكون في عندك شوية اللي هي يعني خيبة امل في هذا الموضوع شايفيتك مبدع جدا رح تكون في هذا اه الشهر افكارك ابداعية اه في العمل اكيد اه رح يكون في عندك اه مشروع ما تبلش في او اه فكرة كنت اه عم بتفكر فيها وهلأ عم اه بتسير اه شايفيتك عم بتكون كتير زكي او قدراتك بهذا الشهر كتير رح تكون اه اوكي وكتير رح تكون حلوة و اه وفعالة رح تكون مسيطر يعني شوي على على موضوع العمل اه اكتر اه خلينا نقول اكتر اه راحة في في العمل من بعد اه تعب في ناس حتى من برج العقرب اه ما عم يلاقوا شغل او اه ما في اه شغل عندهم عم بشوف هذا الشهر اه عم تاخد كورسات عم تقوي شي معين عندك اه مشرط كورسات يعني تروح تاخد ممكن على الانترنت عم بشوفك بتشتغل على شي بتحاول تقوي حالك اه بشي معين فحلو كتير عم بشوفك عم بتكون بهذا الاشي عم بتلاقي من وراه شغل او اتحوله لشغل ومصدر دخل عم بيحذرك انه ازا كنت خلينا نقول ازا كنت بدك تترك شخص بدك تترك عمل بدك تترك شي بلد او 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 مسكن اجلها ما ما تخليها بهذا الفترة ما بتاخد اه اه قرار بالابتعاد اه هذا الشهر لانه رح يكون في عندك اكتر من تفكير بانك تبتعد فهذا رح يكون قرار متهور اه فشوي شوي يعني ما ما تاخد قرارات كتير كبيرة اه في هذا الشهر متل سفر متل انك اه تطلق متل من هذا النوع من الافكار لانه مبين عندي المتزوجين في ناس عم بتفكر بالطلاق ولكن اه ما عم يتم الموضوع عم بيكون عندهم في خيبة امل زي ما قلنا قبل شوي وهون بين فيه شوية خيبة امل بالشريك اه بالنسبة للمتزوجين بالنسبة للمتزوجين عم بشوف شوية اه مشاكل عم بتصير معاهم هاي الفترة ولكن عم بتمر على خير عم بشوف عم بتصالح وفيه مصالحة وممكن تكون للاشخاص المتباعدين احلى كروت يعني للحب وللعاطفة بينت اه بالابراج لبرج اه العقرب حتى وفرة مادية يعني اه من كل النواحي عم بشوف برج العقرب هذا الشهر ان شاء الله كتير رح يكون في عنده اه وفرة من كل النواحي اه عم بشوف فيه ممكن تكون علاقة اه ثلاثية قديمة او او اه يعني طلعت من الموضوع لانكم انتوا الان اه من بعد فترة غموض كنت تعيش اه كنت تعيش اه فترة اه غموض اه ما عم تعرف عن الحبيب اشي عم بيكون فيه كتير لغط بينك وبينه اه مواضيع بتوصل غلط لالك ولاله فا اه شايفه بعد هذا الغموض او بعد هذه العدائية اللي بينك وبينه اه شايفه كل الحب شايفه يعني شايفه حب كبير بينك وبينه رومانسيات كتير عالية جدا اه عم بشوف كتير اه فيه فيه تقدم في العلاقة اه مهما كنتم منفصلين او 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 مع بعض او اه فيه فيه تطور بالعلاقة وبالمشاعر رح ترتقي العلاقة لشي اكبر ولشي حلو مع انك بكبر راسك انت والشريك اه لكن عم بتكون اه الامور ماشي على خير يعني مش عارف شي بدأوا الكروت كتير كتير حلوة اه بمجرد بس اه خيبت الامل من شخص معين هي الوحيدة اللي كانت مش حلوة لكن باقي الاوراق كتير حلوة بالنسبة للطاقات نسيت احكيها عم بشوف اه ترابية كتير كتير ترابية اه عم بشوف اه جوزة نارية اه هذا اكتر اشي بيان اه عندي بيان معي بالنسبة للاشخاص العزاب ايضا ممكن يلاقوا السولميت تبعهم في في اجتماع في فرح في اه اه لقاء اه يعني بين الارايب بين الاصدقاء اه رح تلاقوه بهاي الطريقة مبين اه مبين انه اكتر شي برج الميزة العقرب العقرب عم بيحاول انه يوازن كتير بين الوضع المادي اه او الشريك عم بيحاول انه يجمع الفلوس او يعمل اه توازن اه مادي عنده اه لحتى يتقدم لانه انا شايفة يعني كتير فيه سعادة بينك وبينه وممكن يكون بالمستقبل فيه اولاد وعيلة وشايفة وفرة مالية كتير اه حلوة بالنسبة فيه ناس فيه ناس من اه برج العقرب عم بيبين عندي انه عم بيغيروا مسكن عم يطلعوا من مسكن لمسكن تاني وعلى فكرة رح تكون عتبة اه رزق يعني اه عندهم في الموقع التاني او المكان التاني اه حبيبي فيه شوي مشكلة رح تتتواجهك اه فيه اوراق اه قانونية اوراق اه في المحكمة يمكن اه يعني مشكلة صغيرة مادية ممكن تكون ولكن بتمرق على الخير وفي عندك اه صحوة روحانية رح ترجع شوي ل اه صلواتك اه ادعيتك عم بشوف الشمس بتشرق على اه علاقتك مع الشريك اه لو كنتوا متزوجين ولو كنتوا اه على علاقة او ومنفصلين الشمس من جديد عم تشرق اه عليك عم ترجع مثل الطفل اه ممكن يكون برج القوس او الاسد هذا اكتر اشي بيين اه في ازن فيه صلوح بيين فيه اوراق حلوة على صعيد العمل وعلى صعيد المادة عم بتشوف فيه شراكة عم بتتبلور اه بين اه ممكن حتى بينك وبين الشريك يعني بس اه ممكن اه ايضا بينك وبين شخص اخر اه تتبلور شراكة او تبلش تعطي ثمارها هاي الفترة خلينا نشوف ايزا فيه اه تحذيرات لبرج العقرب من شو بيحذر لازم من شو يعني يعني ياخد باله برج العقرب احذر من الناس الجديدة اللي رح تدخل حياتك هاي الفترة بيين عندي فيه شخص اه ممكن انه يعني يظهر فجأة اه يعيشك اه في مشاعر مش صادقة او في امور اه يعني غلط انك تفوت فيها اه رح يدخل هذا الشخص على مصلحة بده مصلحة معينة فاحذر من الاشخاص للجداد هذا الشهر يعني مش انه تبعد عنهم او مات اه يعني ما تتعاطى معاهم لا بس انه تدير بالك خلينا ناخد كروت العقل الباطن لالك واحد وللشريك واحد نشوف على ايش عم بتركزوا هاي الفترة بتفكيركم انت بالنسبة لك اه على فكرة في فروقات بينك وبين الحبيب اه معينة عم بتكبر المواضيع وعم بتفكر فيها بعقلك الباطن انه خلص اه يأسان ما في امل اه هاي الشغلات رح تضلها بناتنا رح يضل العوائق هاي موجودة فانا بقولك غير هذا التفكير هذا بالنسبة لك من ناحية العلاقة او من ناحية الشريك عم بتفكر بهاي الطريقة انه اه ما في امل او العوائق عم بتكون اه يعني قدام اه عيونك بالعكس اه الشريك شايف انه اه بصيص امل في امل انه تتصلح العلاقة اه في اكتر من اه فرصة ممكن انه اه اتصلح الامور شايف الامور اللي انت كنت شايفها قبل شوي اه انها هي عوائق وكان لونها اسود بالنسبة لك بالنسبة له لونها ابيض يعني معناته انه رح تتفركش او هو في عقله الباطن مبين انه اه منصر على الموضوع ولكن مأجل الموضوع فترة صغيرة اه لحتى يتخلص من هاي العوائق او انه يزبط مادياته فهاي اكتر اشي بيّن معانا خلينا نشوف اه النصائح او اللي من طلع لك الدب القطبي وان بقولك انه بقولك انه اه يعني اوقف وانت شامخ يعني انت فعلا شخص اه بيعطيك يستحق الافضل اه واقف اه بشموخ ما اه ما تردخ او اه تتنازل لا تتنازل اه ابدا اه بقولك احكي بكل اه ثقة ولكن بنفس الوقت اه باحترام يعني بدون اه غرور اه يعني برج العقرب كتير واثق في نفسه وكتير كذا فبعض الناس بيفكروا او بيعني بخمنه انه هو شخص اه مغرور ولكن لا هي ثقة بالنفس فقط فبقولك انه احكي شويت باحترام وبشكل رحيم او بشكل عاطفي لحتى تحصل على الشي اللي بدك اياه وكأنه بقولك زي الدب القطبي اللي عم بتاقلم او يعمل تكيف مع الظروف اللي حواليه الظروف القاسية اه لحتى يحصل على اللي بدو اياه فكأنه بيقولك هذا الحكي بيقولك انه في عناية الهية اه رح تقودك لا اه السعادة فا اه خفف شوي من حد تفكيرك خفف شوي من مخاوفك اه قبل شوي بالورق اه كنت عم تشعر بعدم الامان اه فبيقولك بس انه اه يعني خفف شوي انه في عناية الهية في الموضوع لذلك بيقولك يعني يزيد من الصلوات وزيد من الروحانيات هم بيقولك الظلام اللي انت كنت تحاسس فيه او عدم الامان لسه عم نحكي في الموضوع عدم الامان او الظلام اللي انت عايش فيه اه شوي شوي رح يتنور ولكن على اجزاء على اه خطوات اه شوي بطيئة فاكون اه صبور وكون اه ادل ادل مسئولية اه شايف فيه عليك مسئوليات كتير ولكن النور شوي شوي رح يدخل لحياتك الامور التشويش اه الكم فيوجن اللي انت كنت عايش فيه اه شوي شوي رح يتلاشى بهذا اه النور فعم بشوف النور بيدخل اه لحياتك هون عم بيحكي لك انك عم وكأنك عم تتنافس مع حدا بالصورة عم تركض ركض يعني عم بتتنافس او اه فيه سباق مع الزمن فيه سباق مع اشخاص بقولك تنفس ارتاح شوي ريح حالك شوي يعني المكتوب مكتوب ما ما تكترها على حالك فيه مسئوليات كتير اوكي بس اه شوي شوي على حالك اعطي لحالك اه شوية رست شوية اه راحة اه طلعت عندي مقلوبة كرت الشجاعة اه زي ما قلنا قبل شوي انه فيه ناس عم تفهمك غلط اه ثقة في النفس اللي انت فيها فيه ناس كتير عم تفهمها اه وكأنها مش شوفت حال وكأنه غرور ولكن ما عم يفهم انه هاي ثقة في النفس فيه بيقولك انه شوي تخفف من هذا الموضوع وسيلف كير بيقولك يعني ركز اكتر اشي على على نفسك اعتني بنفسك اه بيين قبل شوي انه كان فيه مثل وعكة اه يعني صحية بسيطة راح تمر فيها فبيقولك انه شوي ريح حالك واهتم بنفسك اكتر اه راجع الدكتور اذا كنت تحس باي شي اه ما يعني ما تذكر هاي الامور لازم تعمل check up كل فترة فيعني بس بيوصيك بهذا اه الموضوع بيقولك الفترة الجاية هي فترة emotions هي فترة عواطف رومانسية فشي حالك كتير شو فيه احلى من الرومانسية بيقولك في بعض التجارب التجارب النفسية او الروحانية بيقولك في بعض التجارب الروحانية او النفسية راح تغير من طريقة نظرتك للامور هاي الفترة اه وللعالم بشكل عام وللك انت بشكل خاص راح تتغير اه وكأنك عم بتحاول تتغير فكر انه وجهة نظرك وجهة نظرات ناحية الامور ناحية نفسك ناحية الاشخاص اه بيقولك في عندك gifts spiritual gifts في عندك اه هدايا روحانية او هبات روحانية من رب العالمين اسمح لها انها تفتح وممكن انك تكون هيلر لنفسك وللاخرين كمان بهاي الفترة او تكون support لناس حواليك بيقولك قدم support عشان تلاقيه كمان من ناس تانين يعني انت تعمل دعم لناس وناس تانين رح يدعموك اه هذا قانون الانعكاس من القوانين الكونية يعني انت بتعطي الشي بيجي ناس بيعطيك اياه نفسه واكتر اه بيقولك الاشي اللي رح يعني اول ما تصحى الاشي اللي بتفكز عليه اول ما اه تصحى هو الاشي اللي رح يتحقق بالمستقبل فلما تصحى من النوم اه يعني اه حاول انك تفكر بفكرة او تعود نفسك انك تفكر بفكرة ايجابية اول ما تصحى من النوم وخليها عادة عندك كل يوم هاي النصيحة كمان كانت حلوة اه هون اه وكأنه بيحذرك اه وكأنه بي بنبهك انه في شخص عم بيحاول يعملك اعمال اه روحانية اعمال اه شغلات يعني اه سلبية فبيقولك احترس من هذا الموضوع انت نجمك خفيف و اه يعني دير بالك من هذا اه الموضوع اعمل تحصين اه لحالك سيلفورث بيقولك انه اه يعني الفترة اللي جاي رح تكون فترة اكتر اه انك تشعر بنفسك تركز على حالك اه رح تهتم بحالك اكتر بجوهرك مش بس بمظهرك الخارجي بقولك اه في اشياء اه بالافق في اه تطمينات في اه اه امال موجودة بالافق من بعيد انت بسبب التشويش اللي انت فيه بالكومفيوجين اللي انت فيه اه ما عم بتشوف هاي الافق او ما عم بتشوف هاي الفرص فيه فرص كتير قدامك بتلوح بالافق ولكن انت اه يعني عم عم بتكون مركز على الاشياء اللي مش موجودة اه مش على الاشياء اللي موجودة. على الاشياء المفقودة.